اخبار اليوم على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداع الرأي الشرعي تاني لإبداع الرأي الشرعي فيما نسبت إلى كل من المتهمين محمد خيرة سعد عبداللطيف الشاطر محمد محمد إبراهيم البلتاجي أحمد محمد محمد عبدالعاطي السيد محمود عزة إبراهيم عيسى متولي صلاح الدين عبدالنقصود متولي عمار أحمد محمد أحمد فايه البنة أحمد رجب رجب سبنان الحسن محمد خيرة سعد الدين الشاطر سعد عبداللطيف الشاطر سندس سندس عاصم سيد شنبي أبو بطر حمدي كمال مشالي أحمد محمد محمد الحكيم ريوة فاهمي محمد خليل محمد أسانة محمد العقيم عسين محمد محمود الأزاز عمال الدين علي عطوى شاهين إبراهيم فاروق محمد الزياد وحددت جلسة اتنين ستة الفين وخمستاشر للنطب الحك مع استمرار حبس المتهنين حاضرين وعلى النيابة العامة احبارهم من محبسهم لتلك الجلسة ترجمة نانسي قنقر